الأليكسو هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واليونسكو هي المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم العالم يحتفل باليوم العالمي للثقافة والعرب يحتفلون باليوم العربي للثقافة لو نوضح الفارق لإحتفال ما بين إحتفال العالم وإحتفال العرب غريباً كنتم متوقع السؤال دي على بقية لأن الإحتفال العالمي باليوم العالمي للثقافة واسمه الاحتفال العالمي أو اليوم العالمي للتنوع الثقافي وحوار التنمية بيعملوا في إيه بقى؟ هم متخيلين أن فيه تنوع هائل في الثقافات في العالم وأن الثقافة تجمع ما تفرقه السياسة أظن أن ده الجملة واضحة تماما وده الهدف كمان من الاحتفال العربي باليوم العالمي أو اليوم العربي للثقافة يعني ده اللي بنعقول عليه شوية في القوى النعمة طبعاً الثقافة قوى نعمة الحقيقة فيه خطأ شائع موجود أنها فقط العملية الخاصة بالمسرح والسينما والأدب والشعر والرواية أنها لها أدوار داخل المجتمع ودعكس قوة الفكر الموجود الحقيقة الأمر أكبر من كده فيما يتعلق بالقوى النعمة أنه متعلق بالدور خاص بوزارة الخارجية مثلا إزاي بتعكس الصورة الزهنية للدولة في المجتمعات الدولية كلها هذه الصورة الزهنية اللي هتتتاخد عن الدولة هي واحدة من القوى النعمة التي تمارسها الدولة قيمة اللغة نفسها اللي احنا بنستخدمها ودورها التاريخي في تعديل اللغات في العالم فيه أدوات كتيرة للقوى النعمة فيه أدوات كتيرة للقوى النعمة المعارض اللي احنا بنعمالها برة وتأثيرها على الجمهور الأمريكي والجمهور الأوروبي فيما يتعلق بمعرفة الثقافة العربية مش بس الثقافة العربية احنا بنتكلم طبعا الثقافة المصرية أيضا لأن لها أبعاد كتيرة جدا ولازم أن احنا نستخدمها الحقيقة بكسافة لأن دورنا أن الناس تعرفنا ولو الناس عرفتنا هيقدروا يفهموا إيه دوافعنا السياسية ودوافعنا الأقصادية المختلفة يعني الثقافة تعتبر قاطرة ضخمة جدا بالنسبة للسياسة الذي ي thickness here سوف تحديث الغير